اشتركوا في القناة مو ظلاب الجامعة ولا الثنويت ظلاب المتوسط الآن في جوالاتهم إلا ما رحم ربي انتشرت ما بقول لك صور ولا أغاني انتشرت أفلام إباحية ما ترضي الله جل في علام حتى أصبح بعض شبابنا أصبح مدمن أنا أقول مدمن لأن الأفلام الإباحية الجنسية هذه قد يصبح الإنسان عليها مدمن مثل إدمانه على الهروين والكوكاين والحشيش وغيرها أقسم بالله تكلم بكلام علمي متأكد منه مثل ما ينتأكد أني واقف قدامك كثرت مشاهدة الأفلام الجنسية تجعل الشاب والفتاة مدمنين إدمان مثل إدمان المخدرات يصبح معدي فرق هذا اللي قدامه أخته ولا سوجته واقف على قصص أقسم بالله واقف على قصص بنت ينتهك عرضها وتختصب وتفض بكارتها ومن يفض بكارتها وينتهك عرضها أو عمها أو أخوها ليش؟ السبب إدمان الأفلام الإباحية في بنات المتوسط أقسم الله بنات متوسط 12-13 سنة يتداول في جوالاتهم ويورهم بعض أفلام جنس أخ يفعل في أخته وخال يفعل بنته أخته والسبب إيش؟ السبب إدمان الأفلام الإباحية اللي تخلى للشاب وتخلى الفتاة في حالة السيريا ما عادي يركز ولا عادي أهم شيء يفقضي ويخلص هذه الشهوة والعياذة بإله عندنا نار الآن نار قاعدة تحرق قلوب شبابنا أو بناتنا اسمها نار الشهوة ما في شاب الآن ولا في بتاء مع الروابط والمقارنة والصور إلا نار الشهوة قاعدة تحرقه أحرقت بيوت شباب من جدة إدمانهم من جدة إدمانهم للأفلام اللي بحي يتزوج وضلق لأن زوج الدواج ما يقدر يستمتع معها ليه؟ لأنه مدمن بس مو مدمن حشيش وله مدمن هروين مدمن أفلام إباحية إدمان أنا أتكلم أقول لك بعض الشباب وبعض البنات وصلوا لمرحلة الإدمان لحد يقول لي تبالغ لحد يقول لي تبالغ يرجع لأهل العلم ويرجع لأرضبان نفس ويرجع للأحصائيات والدراسات واسمع وشوف وأقول لك بعض القصص بقسم بالله العظيم بقسم بالله العظيم بنت تتكلمني عمرها 22 سنة من عمرها 14 سنة إلى اليوم عمرها 22 سنة اللي يرفع فيها الضحش والسبب أخوها مدمن اسمه مدمن حشيش وله مدمن هروين مدمن أفلام إباحية أنا أقول لك وأنا مسؤول عن الكلام اللي أقوله منتشر الآن في أوساط البنات وكل هذا من أعداء الإسلام منتشر في أوساط الأرض البنات مقاطع جنسية يشوفونها بنات المتوسط والثلوي وعنوانه يفعل تفعل مع خالها تفعل مع عمها كانهم يقولون البناتنا بنات المتوسط والثلوي ترى ما فيه شيء تقومين علاقة جنسية مع عمك مع خالك حتى أصبح عندنا بنات المتوسط مفتد بكرتهم ومفتد بكرتهم أقربهم السبب إثمان إيش إثمان إيش إثمان الأفلام الإباحية اللي أنا أقول إنه الآن أصبح أخطر من إدمان الحشيش والهروين والكوكاين انتبه انتبه خطرها شر مستقيل ما بأقول هذا الكلام عشان أخوف لكن أنا أقول هذا الكلام لأني كل يوم أوقف على قصص قمطع القلب لازم نتكلم كل صراحة لازم نتكلم كل جراءة حتى نفهم نفهم هذا الكلام اللي قاعد يصير هذه المقاطع اللي يروث لها تقدم منك من بناتنا وشبابنا نار الشهوة كيف أقضيها كيف أطفيها قبل ما تحرقني وقبل ما تحرق بيوت المسلمين اسمع إلى هذه الحلول أول شيء وأول حل قل للمؤمنين يغضوا من أرسالي غض البصر غض السمع للحرام وعلى الألحان حتى ما تطور هذه الشهوة الشي الثاني عليك بحرب الصاد قوي صلاتك وعليك بالصيام وعليك بالصبر إذا ثارت هذه الشهوة إذا بدت تشتعل فيك نار الشهوة فأطفئها بماء ثارت الشهوة عندك الله بيختبر إيمانك قم وطفي هذه النار طفيها بالماء وتوضى وتذكر قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وصلي ركعتين ودع الله عز وجل وانت ساجي تقول اللهم كما أسكنت هذه الشهوة في جسدي اللهم فسكنها فلا تؤذيني ولا تتعبني تبطف في نار الشهوة اشغل وقت فراغك عليك بممارسة الرياضة لا تروح لفراشك تبغى تنام إلا وانت منهك تماما اقسم بالله نار الشهوة الآن قاعد يسبب لنا مشاكل ما يعلم بها غير الله كل يوم والثاني ولا تزنا أو لقيت نلقاعد مسجد ولا عند برمية زبانة والسبب ايش السبب نار الشهوة الموضوع جدا خطيب موضوع الشهوة جدا خطيب الامراض اللي انتشرت مكين زهيل وزيلان كلها باسباب ايش باسباب الشهوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انتشرت الفاحشة في قوم واعلنوها إلا بتلوا بالطاعون وأوجاع لم تكن في اسنابهم اتذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سأل الله عن سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم الدم أعظم دم قال ان تجعل لله تجعل لله ندا وان تزاني حليلة زوجك تفعل الزنا في حليلة جارك تفعل الزنا في زوجة جارك هذا من اعظم الظروب ان كان الزنا بحليلة وزوجة الجار اعظم من اعظم الظروب عند الله طيب اليفعل فيه خالته ولا في عمته ولا في أخته ولا في زوجة أبوه اسمحوني على هذا الكلام لكن لازم نصحصح لازم نفوق أنا ما أتكلم ترى من خيال أتكلم من قصص واتصالات ومشاكل أوقف عليها يوميا والسبب نار الشهوة اللي ما في واحد الآن جالس قدامي إلا ويعاني منها كيف تضبطها كيف تعالجها كيف تحضل المشكلة هذه قلت لك الأسباب راجعها وتلقونها بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا الناس اللي في اليوتيوب المقطعها لازم ننتبه ترى الشهوة هذه أكثر ما يدخل النار الشهوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل النار الفك والفرج أكثر ما يدخل الناس النار أنسنتهم وفروجهم مر الرصوص أسلم في الحديث الطويل اللي ذكر البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم أتى آتيان فقالوا لها انضلق حتى مروا بتنور فرن في قبورهم ناس في قبورهم في تنور رجال والنساء يسترخون يقوان يخرجون النار تلهف فروجهم قاعدة تلحق تحرق فروجهم فقال من هؤلاء فقالوا انطلق تديني مين دول اللي في التنور اللي في القبر قاعدين يعدبون رجال ونساء والنار قاعدة تحرق فروجهم من الأسفل هؤلاء أهل الفاحشة في هذه الحياة الدنيا اللي ماتوا هم ما تابوا ماتوا على الفواحش والعياذة بالله الموضوع جدا خطير لازم نسويه كنترول وتضبط شهوتك وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الشهوة في جسدك عشان تحاربوا بها او تعصيه او تبع العادة سرية او زنا او لواء لا جعلها الله ازل وجل في جسدك من اجل من اجل ان يختبر ايمانك ومحبته في قلبك فلابد اننا نحضر من هذه الحشة ومن هذه الشهوة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ شبابنا وبناتنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله